لوب مع دكتورة جوستين سيسين معي عبر تطبيق زوم اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض الرئة صباح الخير دكتورة سيسين صباح الخير ماجي أنا كمان بدي عيد كل المشاهدين نعاد على يوم بالخير وعليك دكتورة سيسين اليوم عم نتابع موضوع كتير مهم كنا سبق وبلشنا نحكي عنه ورح نعطي اليوم إذا بدنا نقول الحصة الأكبر لموضوع التدخين الإلكتروني أو الهيتس أو الفيب أو كل هالأنواع من السجائر الإلكترونية يلي عم نشوفها يوم بعد يوم عم تتطور وعلى نكهات وعم بتصير موضة درجة خصوصا دكتورة سيسين عند الأطفال خليني أقول عنهم أطفال لأنهم مراهقين بعمر الـ 14 و 15 سنة منشوفهم حملينا وكأنه موضة أول شي خليني أبلش بالسؤال يلي بيقول هيدا ما بتضر هيدا ما فيها نيكوتين هيدا ما إلا ريحة ما بتطلع دخان أدي هالشي مزبوط مية ماجي نحن حبينا نحكي عن هالموضوع لأنه عم نسمع كتير بين الناس أنه هذا النوع من التدخين ما بيضر أنه الايكوس ما بيضر ما فيه إلى أي ضرر على الصحة وهذا الشي كتير خطأ لأسف هذا الشيء أوقيت بسمعه من بعض الأهالي لأنه عم بيخلوا أولادهم كمان يدخنوا الايكوس يعني اعتقادا منهم أنه هذا الشيء ما بيضر نعم طبعا ما نقول نحنا كل أشكال التدخين بالضر كل أشكال التدخين من السجارة للأرقيلة للأيكوس للفيب كله كله بيضر أكيد بتفرق بين نسبة الضرر بين شكل وشكل آخر ولكن ما بتفرق كتير ما بتفرق أكثر من خمسة لعشرة بالمئة نعم بجملة عريضة يعني إذا الايكوس بس هي فيها بس أدفنتج واحدة على أشكال التدخين الأخرى أنه هي لأنه ما بيبعث منها دخان كتير فما بتشكل ضرر على الآخر يعني السكند من السموكينج اللي بيشي تأثيره من الايكوس أقل بكتير من تأثيره من السجارة والأرقيلة والفيب ولكن الضرر على صحة الشخص اللي عم يدخن الايكوس أكيد موجود وأكيد نحنا مع الوقت كمان رح نكتشف شكل من أشكال الفطورة على صحة الإنسان يعني ممكن بيختلف شوي عن التدخين ولكن أكيد أكيد في خطورة فعلا يعني اللي عم نقوله أنه أوقات دكتورة سيسين بتنبهه كتير وخاصة باختصاصك أنه ما ندخن بالبيت أرقيلة أو سيجارة عادية لأنه الأطفال والناس اللي حولينا وكبار بالعمر بيندروا مثلنا مثلهم الفرق هنا أنه ما فيها الدخان لكتير المنبعث فالتدخين السلبي شوي أقل ولكن الأضرار الخطورة أنه بعد ما منعرف بحسب الدراسات شو عم تعمل فينا هالسيجارة الإلكترونية يعني بعد فيه وقت لنعرف مثل ما عرفنا قدي السيجارة والأرقيلة بيدروا على مدى السنوات 100% السيجارة أكيد أخدت ناس السنين وأخدت أوقات عقود حتى توصلنا وتأكدنا شو ما ضر على صحة الإنسان وبشكل خاص على الرواية الشخص اللي عم يدخن نعم نحن أكيد من نقنو الأيكوس أكيد مضر الفيب أكيد مضر ولكن أنا بس اللي عم أقوله أنه نحن كمان مع الوقت بنكتشف أمراض جديدة باعتقد مثل ما اكتشفنا أمراض اللي علاقة بالسيجارة نعم ولكن أكيد نحن أكدين من هلأ أنه الأيكوس والفيب هنه إلهم ضرر كتير كبير على صحة الشخص اللي عم يدخن وخصوصا على المراهكين مثل ما قلت ما قلت لأنه المراهكين عم يدخنوا عم يبلشوا هلأ ضغري بالأيكوس يعني بدغري ببلشوا يدخنوا أيكوس قدم منهم أنه عادي ما بتضررون وبعدين يعني إذا بدك بتشبههم للمراهكين الأيكوس ألوانة حلوة هايتك بيحملوها بيدخنوا ما بيطلعوا دخان يعني بتشبه اللايف ستايل تبعيتهم مشان هيك سهل أنه يتناولوها يدخنوها قدام أهلهم يعني ما عندهم الخجل أنهم يدخنوا أو ما عندهم الخوف على صحة تون أو ما عندهم الخوف على صحة الآخرين وهذه كلها إذا بدك الأندسترية دي طبعا يعني اشتغلوا عليها ليقدروا يعملوا ماركتنج لهذا النوع جديد من التدخين لأنه لقوا أنه في عندهم حرب كتير كبيرة على السيجارة أو على الأرقيلة فخلقوا ماركت جديدة فليقوا طريقة جديدة صح تشبه اللايف ستايل طبعا المراهقين الجديدة تتجذبهم أكتر وتخليهم يدخنوا أكتر وبيطلع لك كمان يعني دعايات بتقولك هايدي فيها 0% نيكوتين هايدي ما بتضعر وهذا الشيء كله مش مظبوط أول شيء حتى نقدر ندمن على تدخين لازم يكون فيها نيكوتين اللي هي عندها أكبر قدرة على أنه تخلي الشخص مدمن هي المادة المدمنة الأساسية بكل الأشكال التدخين نعم ولا هي ما فينا نقول أنه هي المادة المسارتينة الأساسية بأكيد بالأيكوس وبالفيب في عدة مواد مسارتينة ولكن النيكوتين موجودة يخلي الشخص يكون عنده الإدراع على الإدمان وخطورتها عند المراهقين أنه بتأثر على تطور الدماغ عندهم على إدرتهم على التركيز على ذكرتهم وهني بيكونوا بعدهم بفترة عم يتعلموا عم يتلقوا العلم والمهارات وبدون تركيز ودماغهم يتطور بشكل كثير سريع يتطوروا نمو من هون إحنا الخطورة أنه كل أنواع النيكوتين بكل أشكالها هي مضرة بهذه الفترة من عمره للتركيز نعم دكتورة سيسيم نسمع كثير ناس تتحولوا من السيجارة العادية لسيجارة الإلكترونية كمانا مثل ما ذكرت يعني ظنن منهم أنه هي أقل ضرر وأنه هي أحسن وبيسألوه كيما بعد بنائلتي على هذا لازم تنقلي على السيجارة الإلكترونية وبعض الناس عم بيحسوا أنه ما بعرف إذا أكيد بتشوفيهم بعياتك بيقولوا عنا تقل بالصدر عنا ديق نفس من بعد ما استعملنا السيجارة الإلكترونية هل هيك عياديا هل صلنا نعرف أنه عن جد هي بتسبب هالنوع من الديق التنفس أكتر من غيرها؟ أكيد الدراسات يعني بالعالم فرجت أنه في حالات نوع من الأكيوت لانج ديزيز من اللون نعم بعكس السيجارة سيجارة بتاعتي كرونيك لانج ديزيزز يعني بتاعتي أمراض مزمنة بيعيش مع الإنسان بيعاني من عوارضة ما بتأدي إلى خطر الوفاة يعني دغري أنه بالأسابيع والأشهر القليلة بتأدي إلى الخطر مع الوقت يعني وبعد سنيون وهي هيدا إذا بدك بتخلي الناس يدخنوا أنه السيجارة الشخص بدخنها سنين قبل ما يبلش يصير عنده مشاكل فبالتالي بيقولك أنا ما بنشي مش نهيك بيضل يدخنوا ما بيردل على الأطباء ولا على الأشخاص اللي حوالي اللي عم بيردوا اللي عم بينصحوا وعفوان بينما الايكوس والفايب صار في حالات بالعالم هلأ بعدها أكيد حالات قليلة لأنه أكيد نسبة اللي بدخنوا الايكوس بعدها كبرسنتج أقل فبالتالي نسبة الأمراض اللي بتبين طبعا نسبيا يعني إذا بدأنا نحسبها بتكون بعدها قليلة ومنها موجودة كتير ولكن مع الوقت أكيد راح نشوف منهم أكثر بيصير في أمراض حادة بالرواية بتأدي إلى خطر الهبوط بالأكسيجان اللي الشخص بيصوروا على مكانات التنفس في ناس فاتت على العناية الفيئة ونحن ما بنقدر نأكد للناس اللي بدخنوا هالايكوس إذا مع الوقت هيدا الأمراض راح نشوف منها أكتر من اللي أشخاص العرضة أكتر لهالنوع من المشاكل ولا لأ ومثل ما قلتلك ماجي أكيد مع الوقت كمان راح نكتشف شو هيدا الأمراض المزمنة اللي حي يسيروا من ورا هالنوع من التدخين فعلا بس نقول هيت أو فيب يعني أو ما بعرف شو أسميهم الباقيين يعني في كتير قصصات جديدة كلهم يعني كلهم السبب هو أنه هالحرارة يلي تستعمل يعني على البطارية أو الحرق يلي بيصير هو السبب لهالمشاكل المباشرة طبعا هوقت اللي بندخن السيجارة ماجي بيصير في عملية حرق لكل المواد اللي موجودة بالسيجارة وهي أكيد بتسبب انبعاث لهالدخان اللي بيحتوي كتير على مواد سامة ومسرطنة اللي بيصير أنه بالفيب ما بيصير في حرق فيه إذا بدك مادي سائل اللي بتبقى موجودة بقلب الديفايس عم تتعرض لسخونة معينة ولحرارة معينة حتى يصير في عمنا هالدخان المنبعث هلأ هيدا بيزعموا أنه الاندستري طبعا لأنه ما في حرق فالمواد المسرطنة هي بتكون أقل ولكن هيدا الشيء منه مظبوط أبدا كل شيء عم بيتعرض لحرارة معينة وعم بيطلع دخانه نحن عم نتنشأ وهيدا ملوث للروالية ويحتوي على مواد مسرطنة هيدا الفيب إذا بدك بيكون سائل وبيتحمى الايكوز هي التبغ بحد ذاته موجود بهالديفايس وعم يتعرض لحرارة معينة لحتى الشخص يطلع منه هالدخان الخفيف ويتنشأه كمان هيدا الشيء كمان بيأثر على الرواية يعني نحن بحاج إذا بدنا نحكي بعيدا عن التدخين ماجي حتى نحن إذا عيشين بـ environment فيه دخان وفيه pollution عم نتنشأ دخنة الحطب يعني مثل الناس اللي يطبخوا على الحطب بأماكن معينة بالأماكن النائية كمان هيدا الدخان اللي عم نتنشأه دخان بيأثر على الريئة ووظيفة الريئة مع الوقت وبيعرضها لمشاكل هبوط بالأكسيجان وإنسداد رئوي مزمن بقى ما بالنا إذا كانت هالدخان هيدا عم يكون فيه مواد خطرة وفيه نيكوتين ساح دكتورة سستين ماذا عن كمان النكهات اللي بيحطوها يعني بنسمع أنه هيدا عناب وع تفاح ومبعر فانيليا وهيك أسس يعني كمان هاي المادة شو بعرفنا من شو مصنوعة وإذا عم تحترق أو عم تتعرض للحرارة شو ممكن تعمل مية بالمية ماجي وهيدا المواد أصلا كمان موجودة حتى تجذب الأشخاص مغرية مثل عندك السجارة الإسلم مثلا الأشخاص وقت اللي بيسألهم أنا بنتخنوا بيقلي إيه بس الرفيعة أو عنعنة عنعنة يعني هي هيدا أو أشياء المكهات موجودة أكثر تتجذب نوع معين من الناس وخصوصا السيدات يعني التارجة تبعهم السيدات لأنه بيحبوا هيك السجارة الرفيعة عن نعمل على تعمل ما بتطلع ريحة مش حلوية يعني ولكن بدي أقول أنا للأشخاص اللي بيدخنوا الرفيعة أنه إذا كانوا عم يدخنوا سجارة عادية ونقلوا على الرفيعة الضرر منه أقل أبدا لأنه بدون ما يدركوا هاي الأشخاص بيشفتوا من السجارة كمية أكبر تأمنوا نفس كمية النيكوتين تما يحسوا بالكريفين بيدخنوا السجارة على الآخر وعدد السواجير بيكون أكتر يعني فبترجع الكمية تقريبا تقريبا زيتها والضرر تقريبا زيته حتى الفلتر يعني الأشخاص كمان اللي بيستعملوا بوقت الأول كانوا يستعملوا الفلتر كمان ما بيخفف إلا بنسبة 5 بالمية يعني مش أكتر مثل ما بنقول الايكوس يعني بيقولوا الناس أنه ضرر وأقل أنا بقلهم الضرر حتى لو كان أقل ما بيتعدل 5 إلى 10 بالمية يعني الأهوض لا يذكر الفرق فبالتالي نحنا ما منكون سايف وقت المكون عم ننقل على شكل آخر من التدخين مثل الايكوس والفايب ماجي بالرغم من أنه الناس بيقولوا لي أنا بقيت دخن سيجارة ونقلت على الايكوس بطلت أسعل ايه ارتحت بيرتاحوا من السعلي بس هايدي لا يعني أنه ما فيه ضرر على الرواية فيه ضرر من نوع آخر وأنا بأكد أنه مع الوقت نحنا رح نفهم أكتر شو نوع هالضرر أكيد الإريتيشن اللي بتأدي للسعلي أقل لأنه كمية السموك اللي بناخدها من الايكوس أقل ولكن إن دازنت مين أنه هي ضرارة من ناحية أنه فيها مواد مصر تنمى أنه أقل أبدا صح أكيد الموضوع خطير مشان هيك عم نتناوله خصوصا دكتورة سيسين مثل ما قلنا أنه على عمر صغير عم بيبلشوا يعتبروها موضة وعادة وخصوصا أنه الهيتس أو الذيب مسموحة ببعض الأماكن يعني بتسأليه هون هيدا الآريا لتدخين بيقلك إذا كان الايكوس فكمان هيدا عم بتسهل القصة أو عم بتسهل أنه هالشخص يدخن وين ما كان موجود مية بالمية لأنه هي مثل ما قلنا أنه ما في عندها تأثير كتدخين سلبي كتير كبير الايكوس مشان هيك مسموحة بالأماكن العامة ولكن هيدا مش معناتها أنه هي منا مضرة على الصحة الايكوس هي مضرة وأنا مثل ما قلت صحيح نحنا صرنا كتير عم نحكي عن التدخين بعدة حلقات ولكن حبت بس اليوم ركز عن الايكوس وعن الفيب لأنه إذا بدك الدعاية أو الماركتينج اللي بترافق هالنوع من التدخين أقوى منا بكتير يعني نحنا بحاجة لكتير حملات توعية من خلال التلفزيون ومن خلال وسائل أخرى كمانا لنضوع على خطورة هالنوع من التدخين وكمانا إذا بدك نحكي تفاصيل يمكن ما منلحق نجيب سلتها دايما ونقول للأهل بالذات أنه قريز انتبهوا على أولادكم من هالنوع من التدخين مية بالمية وبالآخر هيك رسالة كمان دكتورة سيسين خصوصا عنده المراهقين اللي بيعتبروا أنه هن إذا بلشوا بالايكوس يعني ما استعملوا الصيجارة العادية ولا مرة بيقول أنا ما رح أدمن يعني أنا عم دخن آيكوس وهذا الشيء أكيد مغلوط مية بالمية لحنا كل شيء من نتنشأه يحتوي على يعني من دخنه عفوا يحتوي على النيكوتين خلص النيكوتين يعني إذا بدك الإدمان على النيكوتين بيصير من أول سيجارة بعكس ما الناس بتفكر لأنه الجسم أو العقل الإنساني يختبر هيدا المتعة اللي بتجي من وره للنيكوتين نحن ليه مندخن ندخن لأنه النيكوتين إذا كنا معصبين من روء بحسسنا بباور الناس بتدخن لهالأسباب يعني نحن من دون ما نعرف ندمن على السيجارة والإدمان بيصير من أول سيجارة من دخنه من دخنه لأنه العقل بيختبر كل هيدول اللي قلت عنهم فمشان هيك الإنسان أفضل ما يبلش وما يختبر هالأحساس هالأحساس وهالتجربة اللي ممكن توديه طبعا لمخاطر ومثل ما قلت دكتورة سيسين نحن عقلنا بيختبر هالشي مشان هيك بيقولوا أكتر المدمنين على التدخن أنه أنا إذا مبسوط بدي دخن يعني إذا بيفرح بدي دخن إذا زعلين بدي دخن إذا معصب بدي دخن يعني هي بتشتغل على هالكم من المشاعر أو نوعية المشاعر اللي هي مصدرة راسنا وبتعطينا هيدا الشعور وبالآخر نضمن على هالموضوع يعني فعلا الموضوع خطير بتمنى الناس تكون عم تسمعنا خصوصا المراهقين اللي بعد ما جربوها فما تجربوها لأنه بالآخر الإدمان منها رح بيكون قاتل لشك ومشاكل كتيرة رح بتكون بعد ما بنعرفها مثل ما قال الدكتورة جونسين سيسين على رويانا بشوفك الأربعة الجاي دكتور سيسين بتمنى لك نهار حلو نقال لراد